السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة الحلقة دي مهمة جدا ليك لو انت محترف او مبتدئ في المجال لازم تعرف التفاصيل الكاملة للموضوع لانه يهمك جدا هل في بديل عملي لحد الان لجوجل ادسنز ولا لأ هل في شركة قدرة اعتمد عليها تكون ارباح افضل من ادسنز او حتى تساوي ادسنز ولا لأ الاجابة الكاملة للموضوع ده هقولك عليها بالتفاصيل هبدأ دلوقتي بالاجابة المختصرة وبعد كده هقولك التفاصيل الكاملة الاجابة المختصرة يا جماعة لحد دلوقتي ما ظهرش بديل عملي افضل من البدائل الموجودة دلوقتي كلها انا جربتها جربت في خلال خمس شهور خمس شركات في شركات تانية لسه هجربها الموضوع ممتد لكن لحد اللحظة اللي عمل لك فيها الفيديو ده انا جربت خمس شركات في خلال خمس شهور مفيش شركة فيهم ارباحها كانت تساوي حتى نص ارباح ادسنز ارباح ادسنز يعتبر هي الاساس او شركة الام لكن كل البرتنر اللي شغال مع ادسنز او الشركات البديلة معظمها بيستنزف منك ارباح كتيرة جدا هو اللي بياخدها لكن انت موقعك في الاساس بياخد اقالي القليل منها طيب انه مواقع تقدر تربح من بداية ادسنز بكل بساطة يا جماعة البداية اللي انا جربتها كلها مش هقول لك على مواقعها عشان ما تضيعش وقت ليه ما تضيعش وقت انا ضيعت خمس شهور عشان اتجرب لك فمش عاوزك انت كمان تضيع وقتك مبتدئ لان المواقع دي او كل مواقع البداية الخاصة بآ بداية ادسنز محتاجة منك مش اقل من خمس تلاف زيارة وست تلاف زيارة في اليوم عشان تحس ان انت هتاخد منها ارباح لكن بالنسبة للمبتدئين بصفة عامة مش هتحس بارباحها خالص الناس اللي بيجي لها ميتين زيارة اللي بيجي لها تلتمائة زيارة ربعمائة زيارة هيبقى صعب قوي بداية تدي لك ارباح يعني انت شوف بنفسك مثلا تجربة لموقع من المواقع ده بديل من ضمن بداية لسه مجربه وموجود دلوقتي اعلاناته موجودة في الموقع عندي انا اشرحه كاملا غير لما استوفي منه واعرف ازا كان فعلا عاملي ولا لا تلاتة سنت الخمس ايام فده صعب جدا الموضوع هيبقى ممل وصعب بالنسبة لك اه ينفع لمين الموقع ده او المواقع او المواقع كلها اللي انا استخدمتها في خلال الخمس شهور تنفع للناس اللي عندها عدد زيارات كبير يا جماعة معظم المواقع اللي عندها عدد زيارات كبير وعندها ترافق داخل المدونة كتير تقدر تستفاد باعلانات جوجل باعلانات البدايل الخاصة بجوجل ادسنز لكن الاشخاص اللي مدوناتهم صغيرة وعدد زياراتهم اقل من الالف فالبدايل مش هتنفعك قوي هتلاقي ارباحها اقل من نصف ارباح ادسنز اللي كنت بتاخدها طيب ايه الحل بقى في الموضوع ده بكل بساطة انا لسه بجرب شركات تانية يعني ممكن في شركة من الشركات تطلع قويسة ابدأ اعمال لك عنها حلقة واقول لك ان دي قريبة من ادسنز او زيها او افضل منها لسه بنجرب الله اعلم اما بالنسبة لك كموقع بقى زي ما اتفقت معاك هو زياراتك ثم زياراتك حتى لو موقعك مخالف الشركات البديلة لجوجل ادسنز بتقبلك المهم يكون بتدخل كمية زيارات حلوة يعني معنى كده الناس اللي عندها زيارات بغض النظر على ان هم او محتوى مخالف هيربحوا من بداية الادسنز اه حتى لو محتوىك مخالف تقدر تربح من بداية الادسنز وتشتغل عليها ما عندكش اي مشاكل خالص لكن الفكرة كلها في الزيارات موقعك قدرت تنجحه بنسبة معينة وتدخله كمية زيارات حلوة تكبر وتطور وتكتب مقالات ما تهتمش بانك هتربح من ادسنز بس انت ممكن تجرب بدايل برضو ما فيش مشكلة لكن اللي هيربح من البدايل اللي عنده زيارات المحترف اللي هيربح من ادسنز برضو يعني المحترف ده لو هو موقعه مش مخالف هيقدر يشتغل على ادسنز بكل ارتياحية المحترف اللي يجيله خمس تلاف ستلاف في اليوم كلام من ده عشر تلاف في اليوم ده محترف ويقدر يربح من ادسنز لو هو محتوى مش مخالف يبقى كده ماشي مع ادسنز ما عنده مش مشاكل مش هيحتاج ان هو يستخدم بدايل اصلة طيب ايه اللي هيستخدم بدايل بقى مين محترف برضو لكن شغال مخالف موقع تطبيقات مهكرة موقع العاب مهكرة مش عارف ايه الكلام ده كله ممكن يشتغل عادي مع شركات بديلة بس بشارت يكون بيخش له زيارات كتير في حالة دي هي الحالة الوحيدة اللي هياخد منها ارباح من البدايل ساعتها البدايل هتكون يعني يعني نقول ايه بنسبة اه سبعين في المية مرضية بالنسبة له يعني مسلا عشرة لاف زيارة في اليوم هيجيب له عشرة دولار ولا حاجة هيجيب له خمس تشرة دولار ولا حاجة من البدايل حلو اما بالنسبة لارباح فالناس اللي شغالها مش مخالفة خلاص فدنيتها حلوة وارباحهم تمام وزي الفل ومع عندهمش مشاكل لكن بقى نيجي بقى للمشكلة الاخيرة اللي ظهر مع الناس حتى اللي شغالها اه ما عندهش مخالفات ولا عندها اي مشاكل بيقولك ان انا شغال دلوقتي مع ادسنز بقى لسنة ولا سنتين ولا تلاتة بتعمل مقالات وكل حاجة بس طول الوقت في تقييد وطول الوقت في اه افل حسابات وتغيير حسابات وحوارات خاصة بآدسنز خلاص برضو في الحالة دي الشخص اللي تعب او من التقييدات والمشاكل الخاصة بآدسنز وعدم الاستقرار ده عنده استطاع انه يشتغل مع البدايل لكن زي ما بقولك استحملها هتستحمل البدايل دي في حلقة تفصيلية هتكلم فيها عن اسام الشركات اللي انا استخدمتها في خلال الخمس شهور اللي فاتوا لكن مش هقولك عليها دلوقتي علشان ما تبدأش انت تجرب وتضيع وقتك هتضيع وقتك ليه لان انت ببساطة كمبتدئ زي حالاتي انا جربت التجربة دي على الموقع الصغير اللي هو موقع الصباغ ما جربتهاش على المواقع السرية لان ما ينفعش يجربها على المواقع السرية لان المواقع الخاصة بيه شغالة شغالة مع اعلانات ادسنز ما ينفعش او افهمني عليها فجربتلك على مدونة مبتدئة صغيرة مش بخشها زيارك كتير مدونة الصباغ للمعلوميات والتجربة كانت عليها بقصد واحد قصد ان انا اشوف البدائل هتنفع مع الناس المبتدئة ولا لا واصبح ان البدائل كلها ما تنفعش مع الناس اللي زيارتها اقل من الف في اليوم الف في اليوم مش معناه الف من احصائيات بلوجر لا الف على جوجل انليتيكس لو انت اقل من الف هيبقى الموضوع بالنسبة لك ربحك من البدائل هيبقى ضايع خالص والدنيا بايزة شركة سيديه مثلا مش ينفع خالص ثلاث شهور يعني ايه شغالة ستة دولار هنا خمسة ايام تلاتة سنت انت بالنسبة لك كراجل آآ مبتدئ صعب ان تربح من البدائل لكن لو محترف دوس دوس مع اي بديل هتربح منه عشر تلاف زيارة في اليوم عشرين الف زيارة في اليوم ستين الف زيارة في اليوم اكتر من كده كمان انت برنس هتربح من البدائل وهتربح من لو انت بشغال مش مخالف شغال مخالف خلاص خش على البدائل على طول شوف افضل بدائل ايه واجربها وبالنسبة لي انا يا جماعة الاجابة از ما بقول لكم مفيش بديل عملي لحد الان انا صادفته او جربته لادسنز ادسنز هي لحد الوقت بالنسبة لي الاساس لحد لحظة الفيديو اللي بكلمك فيه بتاريخ الفيديو بتاع النهاردة المكتوب تحت الفيديو هتلاقي في التاريخ مفيش بديل حلو لكن انا بجرب وفي الفترة الجاية لو لقيت بديل كويس برضو لسه مستمر معاكم نجرب سنة سنتين وحتى لو بعد كده ظهر بدائل نجرب لكم ونحط لكم حلقات ان شاء الله اتمنى المعلومة دي يا جماعة يكون وصلت للمبتدق وصلت للمحترف عرفت هتشتغل ازاي لو انت آآ مبتدق وهتشتغل ازاي لو انت محترف وبكل بساطة الناس ما تجربش وتضيع وقتها خليك مع لحد ما جيب لك بنفسك والتجربة تجي لك لحد عندك عشان ما تضيعش وقت اتمنى الخير والتوفيق للجميع واتمنى الناس كلها تستفاد من الحلقة وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته